تتجه الحكومة نحو إلغاء كل العقود والصفقات العمومية المبرمة بطرق غير قانونية والتي فيها شبهة فسادة ومعاقبة الأعوان العموميين الذين تحصلوا على امتيازات وإدراج الشركات التي تقوم بتجاوزات للحصول على مشاريع عمومية في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات وحدد المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامة لإجراءات الواجب اتباعها لردع المتلاعبين بالصفقات العمومية حيث تضمن المرسوم إجراءات ضد شركات التي تمنح رشاوة وامتيازات مقابل الحصول على الصفقات كما نص المرسوم على ضرورة تخصيص صفقات حصرية للمؤسسات المصغرة مثل المؤسسات المستحدثة من خلال مشاريع الانسج إلا في بعض الحالات الاستثنائية على أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتبرير الاستثناء ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة 12 مليون دينار لخدمات الأشغال الهندسية والمدنية والطرقات ومليوني دينار لخدمات الدراسات و7 ملايين دينار لخدمات اللوازم مع إمكانية تحيين المبالغ لصفقة دورية بموجب قرار وزاري وتم بموجب هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر جانب من العام القادم لاستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية والتي تقوم بإعداد قائمة الشركات الممنوعة من المشاركة في الصفقات وتحدد كيفيات التسجيل والسحب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وحسب طبيعة هذا النصف إن خلفيته وقائية بالدرجة الأولى وتتجه نحو فرض المزيد من الإجراءات التي تحول من تسريب الأموال العمومية وتحويلها إلى وجهة لن تحصر إلا في دائرة الفساد الذي كثيرا ما أكد الرئيس بوتفليقة نية الدولة محاربة هذه الظاهرة بكل ما أوتيت من قوة اشتركوا في القناة